تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد رسالة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أخي فخامة الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة الشقيقة جاء ذلك للاستقبال سموه بقصر رفاعة هذا اليوم معالي السيد محمد علي نائب رئيس جمهورية القمر المتحدة حيث أبلغه سموه بنقل تحيات عاهل البلاد المفدى وتحيات سموه لفخامة رئيس جمهورية جزر القمر وتمنياتهما للدولة الشقيقة كل تقدم وازدهار وأشاد سمو نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين منوها سموه بالتطلع المشترك لمواصلة تطوير أفق التعاون والتنسيق بين البلدين من جانبه نقل معالي السيد محمد علي نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة تحيات فخامة الرئيس لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد معربا عن الشكر والتقدير لحسن الاستقبال والاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين